بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بكم أعزائي الطلبة ونبدأ معكم اليوم الدرس الثاني لمقارر تاريخ البحرين الحديث والمعاصر أجا 203 لدرس البحرين من الفتح الخليفي حتى عام 1970 نستعرض معا أهداف درسنا اليوم وهي أن يحاول أن يحدد الطالب أبرز ملامح التطور السياسي في البحرين منذ الفتح الخليفي حتى عام 1970 أن يقرر الطالب أهمية ولاية العهد في إرساء الاستقرار السياسي في البحرين أن يوضح الطالب أهم التحولات الاقتصادية في البحرين منذ الفتح الخليفي حتى عام 1970 وفي النهاية أن يستدل الطالب على أهمية التحولات الاجتماعية والثقافية في البحرين منذ الفتح الخليفي حتى عام 1970 عرفت البحرين منذ فتحها على يد الخليفة الكرام استقرارا سياسيا وهذا الاستقرار السياسي أدى إلى ازدهار اقتصادي ونماء من الناحية الاجتماعية للفرد والمجتمع البحريني فسنرى الآن مظاهر التطور السياسي الذي شهدته البحرين منذ الفتح الخليفي حتى 1970 وأيضا مظاهر التحول الاقتصادي الذي عاشته البحرين في تلك المدة وأيضا مدى الانعكاس الذي أثر على الأوضاع الاجتماعية والثقافية التطور السياسي قبل حكم الشيخ إيسى بن علي آل خليفة تعاقب آل خليفة الكرام على حكم البحرين بعد فتحها على يد المغفور له الشيخ أحمد الفاتح عام 1783 وحكموها على أسس العدل والشورى فكانوا يستمعون إلى آراءه واستجيبون لها وداخل لأسر الحاكم أيضا نفسها ظهر نوع من التشارك في حكم البلاد كما في الأمثلة التالية أشرك الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة أخاه الشيخ عبد الله بن أحمد في جميع أمور الحكم وأسند إليه قضاء الكثير من الأمور لما تولى الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة الحكم أعانى كل من الشيخ خليفة والشيخ أحمد أبناء الشيخ سلمان في إدارة شؤون البلاد فقال بذلك التشاركية في الحكم أهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكان في 1869 إلى 1932 ولد الشيخ عيسى بن علي عام 1843 في ظل رعاية والده الذي عمل معه على سقل شخصيته من خلال ما يلي تعلم مبادئ الدين الإسلامي وحفظ القرآن الكريم واللغة العربية فظهرت عليه علامات النجابة استخدم له والده العلماء والأدابة والمختصين في شؤون الإدارة وعلوم السياسة فاتسع أفق أفكاره واشتدت بلغة لغته واكتسب أيضا قدرات متنوعة وظفها في إدارة البلاد هنا نبين لكم أبرز الأحداث قبيل حكم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكان بذلك البيعة الأولى عام 1869 سنسترض معا الظروف التي هيئت للبيعة وأسبابها ونتائجها أولا الظروف التي هيئت للبيعة تجدرت العلاقة بين الشعب البحريني وحكامه من آل خليفة يوما بعد يوم وهنا تم بناء عن طريق آل خليفة الدولة الحديثة وحفظ استقلالها أسبابها ما تمتع به الشيخ عيسى بن علي آل خليفة من صفات حميدة وأخلاق عالية أكسبته محبة أبناء البحرين وأهلته لحكم البلاد أيضا حاجة البلاد إلى الاستقرار لتحقيق الازدهار النتائج كان هذا الحدث بمثابة استفتاء على حكم آل خليفة عامة وحكم الشيخ عيسى خاصة فشارك فيه مختلف أبناء البحرين وأظهروا جميعهم ولائهم لآل خليفة الكرام تولى الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مقاليد حكم البلاد وتمتعت البلاد بعدها بالأمن والاستقرار في ظل آل خليفة الكرام نحو إقرار ولاية العد هنا في هذه الفترة الزمانية المميزة سنرى أيضا كيف أقر نظام ولاية العهد في البحرين أدرك الشيخ عيسى بن علي آل خليفة أهمية إقرار ولاية العهد لأسباب عدة منها المخاطر المحدقة بالبلاد وضرورة تنظيم انتقال الحكم أيضا ترسيخ استقلال البلاد منعا للمخاطر والأطراف الخارجية أيضا السلاسة في انتقال الحكم عبر الأسرة الحاكمة الواحدة فقام الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بتنفيذ إقرار ولاية العهد من خلال تعيين وليا لعهده وهو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وكذلك كتب وصية نصة على توافر عنصري الصلاح وحسن السيرة لدى ولي العهد أيضا أوصاه بتقوى الله والاهتمام بحقوق العباد وقع على هذه الوصية ممثلين من أعيان وعلماء وقضاء البلاد مما أفى عليها طابعا شعبيا وأعطى ولي العهد مصداقية كبيرة ومشروعية طابتة بعد حكم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة سار أهل خليفة الكرام على نهج الشيخ عيسى بن علي آل خليفة كما يظهر في الشكل التالي نبدأ بالشيخ حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وتلاه الشيخ إيسى بن سلمان آل خليفة ونصل آخرا في جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حيث اتولى الحكم في عام 1999 إلى يومنا الحالي العلاقات الخارجية سنستعرض معا أهداف وسيمات العلاقة الخارجية للبحرين في ظل حكم آل خليفة الكرام سعى آل خليفة إلى قامة علاقات متوازنة إقليميا ودوليا بالإضافة إلى توثيق العلاقات مع الأشقاء العرب سواء كانوا أمراء أو رؤساء دول وحكومات المنطقة بالإضافة إلى الأقصد بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بالهدف الحفاظ على المصالح بلادهم وصيانة استغلالها ومن أمثل المعاهدات التي وقعتها البحرين لترسيخ استغلالها وصيانة أمنها أهمها معاهدة السلام العامة عام 1220 ميلادية الأطراف إمارات الخليج العربي وبريطانيا المضمون تنظيم أمور الملاحة والتجارة ما بعدها سعت البحرين إلى ترسيخ علاقتها مع بريطانيا بتوقيع اتفاقية 1861 التي رسخت معاهدة السلام العامة وأكدت على استقلال وسيلة البحرين التحولات الاقتصادية منذ الفتح الخليفي حتى عام 1970 نعرف أن التطور الاقتصادي والاستقرار السياسي عنصران متلازمان سنرى الآن كيف خدم التطور السياسي والاستقرار الذي تحقق بفضل حكام البحرين الخليفة الكرام انعكسه على التطور الاقتصادي في البحرين ملامح التطور الاقتصادي نتيجة الاستقرار السياسي الذي شهدته البحرين بعد الفتح الخليفي التطور الملحوظ الذي شهدته البلاد أيضا تنوع مصادر الدولة ازدياد الإرادات أدى كل ذلك إلى تحسن معيشة الأهالي سنسترضى الآن أسباب التطور الاقتصادي بعد الفتح الخليفي تحقق عنصر الأنم الاستقرار في البحرين منذ الفتح الخليفي عام 1783 اتبع آل خليفة سياسة اقتصادية حكيمة تهدف إلى تنمية الموارد الاقتصادية من خلال تشجيع وتزيادة عدد السفن العاملة في صيد اللؤلؤ وتخفيض الرسوم عليها أيضا انتقل عدد الكبير من سكان الجزيرة العربية والمناطق المجاورة إلى البحرين لما تمتعت به من عنصر الأمن والاستقرار اهتم آل خليفة الكرام بالبنية التحتية كالطرق والموانئ اكتشاف النفط منذ ثلاثينيات القرن العشرين وهو عصب الاقتصاد تنوعة الموارد الاقتصادية في البحرين ومنها الزراعة وصيد الأسماك نمت الزراعة وتطورات في عهد آل خليفة نظرا لاهتمامهم بهذا الجانب وأيضا تنوعة الزراعات وأهمها زراعة النخيل والموز وغيرها من محاصيل زراعية اللؤلؤ نظرا لأهمية اللؤلؤ في البحرين أولى آل خليفة منذ الفتح